بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السادسة يقول من الذي يحق له غسل الميت ذكر أن كان أو أنثى من الأهل والأقربين النساء والرجال فقد نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء أقارب أو أجانب هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الرجل يغسله الرجال ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها والمرأة يغسلها النساء ويجوز للرجل أن يغسل زوجته فقط فالزوجان يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر أما ما عاد الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء فالكل جنس يغسله جنسه إلا الطفل الذي هو الطفل الصغير الذي هو دون التمييز فهذا لا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سوى هذا سؤال من المرسل سعيد سالم بواكد من جدة يقول نسمع كثيرا من الإخوان يستخدمون الآيات القرآنية لضرب أمثلة أو ما شابه ذلك كقوله تعالى لا تسمن ولا تغني من جوع وقوله منها خلقناكم وفيها نوعيدكم ومن تلك الآيات القرآنية الكريمة التي لا يمكن التلفظ بها إلا لما يفيد وينفع لا للسخرية والاستهتار فالدارج على ألسنة بعض الناس وما نسمعه أو نقرأه فهل هذا جائز أم لا وإذا كانت جائزة ففي أي الحالات يمكن ذكرها وترديدها جزاكم الله عنا كل خير لا بأس بالتمثل في القرآن إذا كان ذلك غرض صحيح فأن يقول هذا الشيء لا يسمن ولا يغني من جوع أو يقول لنا خلقناكم وفيها نعيدكم إذا أراد التذكير بحالة الإنسان مع الأرض وأنه خلق منها ويعود إليها التمثل بالقرآن إذا لم يكن على وجه السخرية والاستهزاء لا بأس به أما إذا كان على وجه السخرية والاستهزاء كما يقول السائل هذا يعتبر ردة عن الإسلام أن من استهزأ بالقرآن أو بشيء من ذكر الله عز وجل من هزل بشيء من ذلك فإنه يرتد عن دين الإسلام كما قال تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم يجب تعظيم القرآن واحترامه ولا يمنع هذا أن الإنسان يتمثل به على وجه مزيه وعلى وجه طيب ما فيه مانع إما استعماله من باب السخرية والاستهزاء فهذا ردة عن الإسلام جزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائل عين غين سين الشيباني من حائل له سؤالان يقول في السؤال الأول إذا توضع رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل إذا توضع الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوئه أم لا إنه لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه متوضع بيقين واليقين لا يزول بالشك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيء أشكل عليه أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فاليقين لا يزول بالشك الطهارة وفي غيرها نعم سؤاله الأخر يقول ما حقما تلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر لا يجوز التلفظ اللعن والسب الشتم والتنقص للناس قال تعالى ولا تنابجوا بالألقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وقال ليس المؤمن بالسباب ولا الطعان وكما قال صلى الله عليه وسلم ولا الفاحش ولا البذي فالمؤمن يصون لسانه عن التفوه بالسباب والشتم وأشد ذلك اللعن فإن اللعن إذا صدرت منه إلى غير مستحق فإنها ترجع عليه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعنة ترجع على من قالها إذا لم تجد من يستحقها لكان من أصدرت إليه لا يستحقها لا يجوز أن المؤمن استعمل اللعن لا في حق الآدميين ولا في حق البهائم ولا في حق المساكن ولا غير ذلك فإن هذه كلمة شنيعة وقبيحة لا تليق بالمسلم لا أحسن الله إليكم هذا السائل أبو مهيار من سوريا يقول أنا في الصلاة أشعر بالخشوع كلما أغمضت عيني لأنني لا أبصر ما يشغلني عن الصلاة فهل تغمض العينين مباح أم مكروه في الصلاة؟ ذكر الفقهاء أن من ما يكره في الصلاة يغمض عينيه إلا إذا كان في ذلك غرض صحيح كأن يكون أمامه ما يشغله فإنه لا بأس بإغماض عيني عن ذلك الشيء الذي يشغله أما اتخاذ هذا عادة واتخاذ الغماض العينين في الصلاة عادة حتى ولو لم يكن أمامه ما يشغله هذا يكره له سؤال آخر يقول سمعت أن صلاة العشاء كلما تأخرت كان ثوابها أكبر فأخذت به فأصبحت لا أذهب إلى المسجد بل أصليها في وقت متأخر منفردا حتى أحصل على هذا التواب فهل فالفعل هذا صحيح لا فعلته هو عين الخطأ لأنك تركت واجبا لأجل تحصيل سنة إن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل سنة وصلاة الجماعة واجبة فأنت تركت صلاة الجماعة فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تلازم صلاة الجماعة إذا صلوها في أول وقتها تصليها معهم وإذا أخروا صلاة العشاء إلى الوقت الأفضل تؤخر معهم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا رأى أصحابه اجتمعوا عجل وإذا رأىهم مثلا تأخروا أخر وكان يرجح أن يصليها متأخرا ولكنه مراعاة لحوال أصحابه ورفقا بهم كان يصلي بهم صلاة العشاء في أول وقتها سواله الأخير يقول في بعض الأحيان وبعدما أصلي أكون قلقا أو يأخذني النعاس أو الملل فلا أصلي السنة الراتبة فهل علي شيء في ذلك؟ ينبغي المحافظة على السنة الراتبة لأنها سنة مؤكدة والكسل إذا الإنسان مال مع الكسل فإن الكسل يزيد وأما النعاس إذا كان نعاسا غالبا بحيث أنه يتغلب عليك في الصلاة ولا تدري ماذا تقول فحينئذ تنام وأما إذا كان مجرد معاس خفيف فإنه لا ينبغي لك ترك الراتبة مع أن الراتبة لا تأخذ منك وقتا طويلا ينبغي لك أن تحافظ عليها مهما أمكانك ذلك جزاكم الله خيرا هذا السائل مصطفى طهطة مصر معار لليمن الشمالية يقول حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعتها حين سفرها أبت وأخذتها وأنا لا أستطيع وعمل شيء منعا للمشاكل التي قد تترتب على المشاجرة معها وخصوصا وأنني غريب عن وطني وقد سبق لي أن حلفت عليها سابقا وذهبت إلى أحد العلماء ورد لي اليمين فهل هي طالق في هذه الحالة وإذا كانت كذلك فما هو الواجب علي تجاه الطفلين الذين معها إذا حلفت على امرأتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير ذلك فإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء ونويت أنه إذا حصل هذا الشيء فإنه يقع الطلاق فهذا يعتبر طلاقا يلزمك أما إذا كان قصدك مجرد منع المنع ولم تقصد الطلاق وإنما قصدت منعها من ذلك الشيء فهذا يعتبر يمينا فيه عليك كفارة يمين إذا خالفت زوجتك ما أردته منها فإنه يلزمك بذلك كفارة يمين وهي عتق رقمه أو طعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوتهم لكل مسكين كوب فإذا لم تستطع شيئا من هذه الثلاثة لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فإنك تصوم ثلاثة أيام ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق على الصحيح من قولي العلماء الله تعالى عالم له سؤال آخر يتعلق بزوجته أيضا يقول هي كثيرة الشجار مع والدتي في مصر ووالدتي تريد مني أن أطلقها وأنا حائر بين الوالدة وبين أطفالي ومصيرهم بعد الطلاق علما بأنني شاب متدين والحمد لله ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتها وقد قرأت حديثا عن عبد الله بن عمر ما معناه أن له امرأة كان يحبها وكانت أمه تريد منه أن يطلقها فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له إن طاعة الوالدين أحد أبواب الجنة فإن شئت فأباه فنرجو الرد أثابكم الله أولا قضية بن عمر ليست مع أمه لعب وإنما هي مع أبيه عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه وأما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك وأنها تشاجرها وأن أمك تطلب منك طلاقها هذا واضح أن هذه المرأة تؤذي أمك ولا يجوز لك أن تقرها على ذلك فإذا كان بإمكانك أن تأخذ على يدها وأن تمنعها من هذه المشاجرة وبإمكانك الإصلاح بين أمك وزوجتك فإنه يتعين عليك ذلك ولا تذهب للطلاق أو إذا كان بإمكانك أن تجعل زوجتك في مسكن وأمك في مسكن آخر وتستطيع القيام بذلك فهذا إضا حل آخر أما إذا لم تستطع شيئا من ذلك وبقيت زوجتك تشاجر أمك وتغضبها فحينئذ لا مناصة من الطلاق طاعة لوالدتك وإزالة للضرر عنها ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه على كل حال عالج الأمور بما تستطيع ولعن الله سبحانه وتعالى أن يصلح من أمرك ولا تجعل الطلاق إلا آخر الحلول إذا لم تستطع حلا غيره